نجح دعوني أذكركم عما أتكلم عنه أولا تمكننا من الحصول على سياسات نقدية وضرائبية متوازنة ونعرف أنه أيضا تمكننا من الوصول إلى نسبة جديدة من استحداث الوظائف وتخفيض التضخم فنحن نعرف أن نسبة التضخم هي أقل من نسبة التضخم في عدد من الدول مثل دول الاتحاد الأوروبي وهي أشبه إلى أدنى بالنسبة التضخم في تاريخنا وتقريبا نتصل إلى 2% فيما نسبة البطالة وصلت إلى 3.3% ونحن نعرف أن هذه الأرقام غير مسبوقة في تاريخنا ولكن الأهم من ذلك هو أن هذه الحالة الاقتصادية قد تحولت إلى صالحنا ومحركة مهما لنمونا وعلي أن أخبركم أنه داخل مناقشاتنا السياسية في العامل منصرم كانت هناك كثير من التساؤلات بشأن الحكومة ومعرفة ما هي الحدود التي يجب اتخاذها ولكن التطبيقات التي نفذها أظبرت أننا تمكننا من الحصول على نوع من الاستقرار الاقتصاد وتمكننا من فرض آليات ضرائبية ونقدية وزدنا الطلب على صعيد الاقتصاد ووفرنا عمل بالنسبة لها الشركات الناشئة ولقد أيضا تفدينا أن ترتفع الأسعار بطريقة غير منطقية ونعرف أن هذه السياسات الاقتصاد الكلية ستكون مهمة جدا وستتسمح لنا بإقاف ارتفاع نسبة التضخم ويجب أن نذكركم أنه خلال فترة انتشار الفيروس كورونا واجهنا بعض المشكلات الاقتصادية ولكن زدنا العجل إلى 5.7% من إجمال نتج المحلي علما أنه كانت هناك بعض من الفاضي بـ 4% على ميزانياتنا ولكن نحن نعرف الآن أننا تمكننا من إيجاد توازن لهذه دفعات العامة نعم يوجد عجل بسيط من الميزانيات الفيدرالية أو الاتحادية ولكن يعود ذلك بسبب محاولة تأجيل الميزانية الدفاعية والنفقات الدفاعية وكنا نعمل أيضا على توفير بعض الأموال لذلك لتطبيق المشاريع الإقليمية ونحن نريد أيضا العمل على تعزيز دفاعنا وأمننا وللشرياء الأسلحة وعلينا فعل ذلك لحماية سيادة بلادنا وبشكل عام بإمكاني أن أعلمكم أنه من منظورا اقتصادي أثبتت هذه السياسات أنها معقولة ونجحة سأتكلم قليلا عن ديناميكية العائدات من الشركات غير النفطية بين يناير وشهر مايو فقد ارتفعت بنسبة 9.1% وهذا أعلى من المتوقر وفي مايو ارتفعت بـ 28% وأريد أن أصل للتدوء على أنني أتكلم عن العائدات إلى الميزانية التي لا تتعلق بعائدات النفط والغاز وهذا مؤشر جيد جدا وهذا يعلمنا بأن قطاع التصنيع والخدمات والتجارة تتطور وتحصل على زخمان جديد والجزء الروسي من الجمهور اليوم يدرك تماما أننا لطالما كنا نتسأل عن ما هي الفترة التي سنظل فيها معتمدين على قطاع النفط والغاز ولكن مجالات أخرى تحصل على زخمان جديد ستترق إلى مجال النفط والغاز لاحقا ولكن ثانيا سأتكلم عن القدرات الاقتصادية والمالية لحكومتنا وأطبع منكم أن تعطونا فرصة للعمل نحو العدالة الاجتماعية ولتخفيف الإنعدام العدالة والظلم بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفقر وأعتقد أن هذه مؤشرات مهمة جدا للنجاح المتوقع وللنجاح الذي أظهرناه حين وجهنا كل المشكلات التي رأيناها العامل منصرم وإذا تحدثنا مع المدنيين العادنين فنحن نراحظ أن قدراتهم الشرائية قد ارتفعت بـ 13% وتمكن أكثر من مليوني الشخص من تخطي مشاهدين كان هذا جزءا من كلمة الرئيس روسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بيتسبرغ الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر